احدى اخطر خلايا تهريب الاسلحة تم ضبطها على يد قوات التحالف العربي لدعم الشرعية وذلك في ميناء الحديدة المطل على البحر الاحمر غربي اليمن في دليل جديد يكشف استمرار ايران بدعمها ميليشيات الحوثي في مناطق انتشارها القوات المشتركة في الساحل الغربي اليمني وزعت الاعترافات الكاملة لخلية تابعة لميليشيا الحوثي اقرت انها تعمل ضمن شبكة لتهريب الاسلحة الايرانية التابعة للحرس الثوري وبعد انتهاء التحقيقات الميدانية صرح مدير عام خفر السواحل في قطاع البحر الاحمر اليمني العقيد عبدالجبار الزحزوح قائلا ان عملية ضبط خلية تهريب الاسلحة الايرانية لميليشيا الحوثي تعد واحدة من اهم عمليات التهريب الموثقة ضد نظام طهران كما ان اعترافات افراد الخلية دليل اضافي على مدى خطورة بقاء موانئ الحديدة تحت سيطرة الميليشيات لما تشكده من تهديد حقيقي على حياة اليمنيين وعلى الملاحة الدولية وعلى امن المنطقة خلية تهريب الاسلحة المضبوطة مؤخرا هي واحدة من بين شبكات عديدة لتهريب الاسلحة الايرانية عبر بحر العرب مرورا بالبحر الاحمر ووصولا الى موانئ الحديدة ورأس عيسى والصليف وهذه ليست المرة الاولى التي يتهم فيها التحالف العربي ايران بتزويد ميليشيا الحوثي بالاسلحة ومنظومات الصواريخ والطائرات المسيرة اذ سبق للتحالف ان اتهم ايران بالوقوف وراء الهجمات على منشآت حيوية في الاراضي السعودية وغيرها تحويل الموانئ الغربية لليمن الى وسيلة لتهريب وتخزين الاسلحة بدلا عن توظيفها للاغراض الانسانية والتجارية يشبه الى حد كبير ممارسات ميليشيات ايران في لبنان لا سيما مرفأ بيروت الذي ما زالت اصابع الاتهام تشير الى تورط ميليشيا حزب الله في تهريب وتخزين الاسلحة والمواد شديدة الانفجار في المرفأ لاغراض حربية وتبقى تصعيدات ذراع ايران في اليمن حجر عثرة امام مساعي التوصل الى حل سياسي دائم في البلاد وهو ما استدعى المسؤولين اليمنيين لمطالبة الامم المتحدة بالضغط على الميليشيات لتنفيذ اتفاق السويد او انهاء العمل به وعودة العمليات العسكرية للتحالف لاستكمال تحرير الحديدة وموانئها